قبل بداية مقطع اليوم القصير جدا جدا أتمنى منك إذا كان جديد على القناة تشترك خلينا وصل 70 ألف مشترك قبل شهر رمضان مبارك ووصلوا هذا المقطع ألف لايك إذا وصل ألف لايك بإذن الله رح نزل لكم اليوم ردة فعلي على المباراة الأهلي والشرطة العراقي وخلونا نبدأ في مقطع اليوم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فارس وفارس أوفيشل مقطع جديد مقطع اليوم رح يكون تشكيلة الهدي السعودة الرسمية أمام نادي الشرطة العراقي اللي رح تقام المباراة اليوم بإذن الله سا 11 وربع بتوقيت السعودية قبل ما تكلم عن مباراة وقبل ما تكلم عن كل شيء إذا كنت حابب تعلن أو تتواصل اللي رح ترك لكم حسابي في الانستجرام تحت في الوصف وأيضا حسابي في تويتر فكيت حساب في تويتر روابطهم تحت وخلونا نبدأ في التشكيلة حراس المرمى محمد العويس 100% بإذن الله قلوب الدفاع معتز والفتيل أيضا تم تأكيدهم رسميا حسون في الظهير ليمن في اليسار في شك في أخبار تقولوا أنه يمكن عبد الباصط ويمكن ي يكون هاني الصبياني أنا شخصيا أفضل أنه الشوط الأول يكون عبد الباصط يصير له ليدافع في الشوط الأول والشوط الثاني ينزل هاني الصبياني عشان يهاجم خط الوسط نوح وسريتش امتدادا اللي يسووا المباراة الماضية أداة كويس أتمنى تستمر هذه الثنائية وفي الدوري يصير فيتسة مع سريتش جناح يمين مندش جناح يسار غريب اللي يعوض غياب متريته بسبب الإصابة صانع اللعب فتوحي أتمنى فتوحي أنه ما يلعب الصراحة والمهاجم عمر السومة السفاح ه بكل مانا أنا أتمنى التشكيلة الهلوية تكون بهذا الشكل ولكن الحظ ما حالفنا تكون مهند والسومة بجانب بعض وعبد الباصط يكون ظهير أيسر الصراحة بتكون تشكيلة جدا مميزة وقادرة تسوي شيء كبير مهند شفنا المباراة اللي راحت يوم دخل فرق كثير في المباراة وقدر يخلي الأهلي يسجل فعلا ترى هو اللي كان له سبب رئيسي بعد الله سبحانه وتعالى في التسجيل فبس هذه هي التشكيلة أعطوني توقعاتكم تحت للمباراة في التعليقات أنا أعتقد بإذن الله أنه هذه المباراة رح تكون لكبير آسيا لأهلي اثنين واحد بإذن الواحد لحد وأنا عند كلامي ورح تتذكروا بعد المباراة إن شاء الله شكرا لكم على متافة المقطع نشوف مقطع ثاني بإذن الله تحياتي للكل في الختام دائم ونبدأ في شهر المضاء المبارك اللهم صلي وسلم على سيد المعنبي المحمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الصغف والله العظيم ويتب له في الختام لا إله أنت سبحانك أن يكنت مرض الظالمين مع السلامة